بس حبيت أتأكد أني شابك والصوت واضح إذا ممكن حد يخبرني إذا الصوت واضح أوكي شكرا يسعدني أكون إياكم الليلة أنا اسمي الدكتور عمار البنة أنا طبيب استشاري ورئيس مركز التميز للصحة النفسية للأطفال واليافعين في مستشفى الجليلة للتخصص للأطفال واليوم بنتكلم عن موضوع مهم اللي هو دور الأم والأب في تهيئة الأطفال نفسيا والدعم النفسي لأطفالهم خاصة في ظل الأزمة أو الصعوبات الموجودة حاليا مع كوفيد-19 وفيروس كورونا فيمكن بنبدأ ببعض النقاط العامة اللي بنتكلم عنها وأتمنى منكم إذا عندكم أي أسألة أو معلومات معينة أو نقاط حبيتوا أن نستفيد فيها ونتكلم عنها بتفاصيل أكثر بس حطوها في الكومنس وإن شاء الله بنتكلم عنها بتفاصيل أكثر لأن الهدف من هذه الجلسة تكون حوارية أكثر من تكون محاضرة من طرف واحد فبشكل عام يمكن أولا الأطفال حاليا يعني إذا تكلمنا عن الأطفال بشكل عام فالأطفال يختلفون من ناحية عمرهم من ناحية نفسيتهم من ناحية قدراتهم الإدراكية والنفسية وغيرها من الأمور فبالتالي في كل نقطة بنطرحها طريقة التعامل مع الطفل بتختلف من طفل للثاني فبتكون نقاط عامة وإذا عندكم أي سألة تفصيلية ومعينة إن شاء الله بنحاول أن نجاوب عليها فالسؤال بشكل عام كيف ممكن نكلم أطفالنا عن الوباء المنتشر حاليا أو الجائحة حسب منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 تحول إلى جائحة عالمية نظرا لنسبة للانتشار الموجودة زائد أن هناك ظروف كثيرة اختلفت من ناحية المعيشية أن أغلب الأطفال حاليا في البيت لا يصيرون المدرسة في تعليم منزلي في اختلاف في حتى الأشخاص اللي تواصلون معهم اختلاف في النظام الدراسي في الروتين اليومي بالإضافة للمخاوف الموجودة بشكل عام المرتبطة بكوفيد-19 أو اضطراب كورونا فكيف ممكن نتواصل مع الأطفال فنتكلم بشكل عام كمقدمة نقاط عامة وبعدين إن شاء الله بنفتح باب الأسئلة فبشكل عام يمكن أول نصيحة دائما نوجهها للأم أو الأب إن إذا تكلموا أطفالهم عن أي موضوع يعني من ضمن الموضوع كوفيد-19 أو كورونا أول نقطة أنه مهم أن الأهل يكونوا مرتاحين ومبقى لقين أو خافين لأن لو كانوا الأهل لو كانوا الأم أو الأب حتى لو ما بينوا هالشيء حاولوا ما يبينوا هالشيء للأطفال الطفل بطبيعته يلقط المشاعر الأم والأبو فلو كان فيه توتر في البيت وخوف فالطفل راح يلقط هالشيء فمهم أن نحاول قدر المستطاع أن نعتنب بالجانب النفسي عندنا ككبار ونتبع الإرشادات بشكل عام من ناحية أننا مثلا نهتم بسحتنا النفسية ما نشيك الأخبار بشكل متكرر نلتزم بالتوجيهات الرسمية ما نتابع الأخبار الكاذبة وغيرها من الأمور واللي ممكن تساعدنا أن نتعامل مع الجائحة بشكل متوازن وبدون خوف لأن الأطفال يلقطون هالشيء مثلا يعني بعض الهالي ممكن يقولون لأطفالهم يعني يطمنونهم لفظيا لكن في نفس الوقت يشيكون الأخبار على طول أول بولة ويشيكون وسائل التواصل الاجتماعي يحاولون يدورون أول بول يعني شو الأخبار آخر مستجدات ويقرون الأخبار هاي بصوت عالي فحطوا عماركم وكان الطفل إذا الطفل كان يالس وسمع على طول كل المواضيع اللي يسمع حولينا مرتبطة بكورونا فأكيد بيحس أنه في مشكلة كبيرة خاصة يعني حتى لو حاولنا نطمنه فبالتالي مهم أننا نراعي البيئة بشكل عام نحاول قدر المستطاع نحدد وقت نحن نشاهد فيه نتابع فيه الأخبار والمستجدات وبالتالي نكون قدوة للأبناء فهي بشكل عام نقطة أولى ففيه نقطة ثانية أيضا أن بعض الأهالي يعني للأسف أحيانا يعتقدون أن بعض الأطفال الخاصة إذا كانوا صغار في العمر أنهم ما يستوعبون أصلا أنه فيه جائحة وفيه مشكلة طبية لكن في الحقيقة الأطفال بشكل عام يعني حتى لو كانوا صغار صغار يعني جدا يعني بيحسوا أنه فيه يعني مشكلة موجودة لكن طريقة استيعابهم للمشكلة هذه الوضع الحالي بيختلف على حسب عمر الطفل وعلى حسب قدرات الطفل مثل ما بينا فبالتالي أحسن شيء أن الأهل يبادرون يعني وصلنا مرحلة خلاص يعني المدارس مسكرة والتوصية أن الكل يتم في البيت وأتمنى أن كلكم تتابعون الحين من بيوتكم لأن هذا الشيء مهم جدا فمهم أننا نفاتح الأطفال فإذا الواحد ما فاتح حياله عن الموضوع مهم أننا يسألهم ويفاتح الموضوع كيف ممكن نفاتح الموضوع؟ يمكن أفضل طريقة أن نسألهم شو اللي تعرفون عن عن كورونا أو كوبيد نايتين يعني هذا السؤال يعني خلنا نقول آمن من ناحية كمدخل أن نبدأ فيه شو المعلومات اللي عندكم ويوم نحاول نأخذ منهم المعلومات يعني خلنا ننتبه لثلاث أمور تمام؟ أول شيء شو المعلومات اللي عندهم؟ طبعا ما نحقق معاهم نسألهم بشكل سلس وشكل طبيعي لكن أولا ننتبه لشو المعلومات اللي عندهم وما نرد عليهم أول شيء نسمع لهم ونصغي لهم بقلوبنا وما نقاطعهم فأول شيء شو المضمون للمعلومات اللي عندهم؟ تمام؟ لأن بعد ما يخلصون كلامهم بنشوف إذا المعلومات هاي صحيحة ومحتاجين أي تعديل في المعلومات تمام؟ فأول شيء شو المعلومات اللي عندهم؟ الشيء الثاني من وين سمعوا هالمعلومات؟ تمام؟ من ربعهم من وسائل التواصل الاجتماعي من غيرها يعني في مثلا قصص سمعناها أن في أطفال دخلوا على الإنترنت وقروا قصص مرعبة عن كورونا وغير صحيحة نهائيا من ربعهم أو خاصة أن الأخبار الكاذبة بشكل عام منتشرة للأسف أكثر من الأخبار الدقيقة عن كوفيد-19 وعن كورونا بالتالي مهم جدا أن ننتبه لمنوا لخبرهم الشيء الثالث شو كانت ردة فعلهم يوم سمعوا الخبر هل كانوا مثلا يعني صابهم الذعر أو الخوف أو القلق واللي كانوا يعني مرتاحين فإذا سألناهم حاولنا نأخذ منهم هال معلومات وفي نفس الوقت وهم من هذا كله نلاحظ تعبير وعيهم ولغة الجسد عندهم ونشوف هم يرسلين يقولون هال معلومات أو هالقصص مثلا سمعت من ربيعي كذا كذا وهم يقولون القصة مهم أن نشوف لغة الجسد عندهم هل يعني ممكن الطفل يقول أنه ما خاف مثلا أو أنه ما بخايف لكن ردة فعله تبين أنه خايف فبعد ما نأخذ المعلومات كلها على حسب الطفل ممكن أعطينا معلومات في نص دقيقة أو بربع دقيقة ممكن يستفيضوا خمس دقائق أو عشر دقائق فمهم أننا ما نقاطعهم ونعطيهم مجال ففي النهاية أول شيء يعني ما نكذب الأحاسيس تمام ممكن نكذب بعض المعلومات لكن ما نكذب الأحاسيس اللي عندهم لو حسوا بالخوف والذعر فالإحساس هذا طبيعي عندهم ونتعامل معك إحساس طبيعي لأنه فعلا هذا هو إحساسهم لكن عقب يعني مثلا نقولهم شيء مثل نتفهم ليش يعني فعلا نخفت يوم سمعت القصة هاي أو يوم سمعت المعلومة هاي لكن خلنا نتأكد مع بعض هل المعلومة هاي دقيقة زي الفرصة حين نوعيهم عن مدى انتشار الأخبار الكاذبة فممكن من خلالها نصلح المعلومة ونحسسهم بالأمان وعقب هاي نقولهم أن في المستقبل إذا عندكم أي اسألة نخلي باب التواصل أيضا مفتوح فالصغاء والاستماع مهم جدا وعدم تكذيب أو تصديق يعني الإحساس النفسي عند الطفل لأن الهدف من يعني أصلا التعامل مع الطفل يعني يمكن فيه هدفين هدف أن نوصلهم التحاور عفوا مع الطفل هدف أن نوصلهم معلومات دقيقة تمام هذا هدف والهدف الثاني والأهم منه أن نحسسهم بالاطمئنان والراحة ويمكن لذلك كان عنوانها الحملة المبارك إن شاء الله واللي قامت فيها وزارة السعادة أنه اللي هي بناء على كلمات والد صاحب السنوه الشيخ محمد بن زايد أنهيان اللي هو لا تشيلونهم لأن الدولة قايمة بالواجب والأخصائيين والقطاع الطبي والقطاع الأمني وغيرها قايمين بالواجب وهذه النقطة أيضاً هذه أخذنا للنقطة الثانية أن من الأمور اللي يمكن يكون المفيدة أن نتكلم مع الأطفال عنها أن نعطيهم معلومات عن شو دورهم وشو دور الجهات المسؤولة يعني بيكون مفيدة أن نقولهم أن شوفوا نحن ياسين نحن مثلاً نيابعث في البيت نحل الواجب أو ياسين نشوف تلفزيون أو غيرها في هالوقت في مئات العلماء والباحثين والأخصائيين من جميع إذا ما كان آلاف حتى من جميع أنحاء العالم يعني من ضمنها دولة الإمارات ياسين أولاً يدورون على علاج لكوفيد 19 ويدورون على وسيلة وقايا أو تطعيم يحمي من كورونا فهذه المعلومات ممكن نتطمنهم بالإضافة للأدوار الثانية اللي قام فيها الجهات المسؤولة ومن ثم نقول للطفل أنت لازم تأدي دورك وهني دور لأنه في بعض الأسئلة نطرحت يعني شو المعلومات اللي نعطيها للأطفال بشكل عام يعني نبين للطفل أنه مهم أنه نعطي الطفل معلومات تشعر أنه عنده تحكم لحد ما في المشكلة اللي موجودة شو قصد من هذا الشيء أنه لو الطفل حس أنه في مشكلة ما بقادر يسوي أي شيء يعني يمكن يحس بالقلق أو التوتر لكن إذا حس أنه لا أنا فعلاً لو أتجنب يعني الاحتكاك بالناس الثانيين لو أتجنب أني أطلع من البيت لو أتجنب أني لو ألتزم بغسيل اليدين وبالصابون مثل ما الإرشادات موجودة وفي مساق ممتاز سويتها جامعة شيخ محمد بن راشد ممكن لهالي يحضرونا ويأخذوا معلومات مستفيضة عن سبل النظافة والوقاية من كورونا فإذا فممكن ندرب الأطفال حسب العمر خلونا مع بعض مثلاً نشوف كيف كيف ممكن تخسرون إيدكم بطريقة أنه يعني تجنبون الانتقال للوباء أو تعقيم اليدين بالسانيتايزر فممكن تشوفون فيديو مثلاً مع الأطفال حسب عمر الطفل ونحاول نسوي مثلاً نصابقة مع الأطفال أن منه اللي يتبع الخطوات بشكل أحسن أو إذا كان الطفل شوي أكبر من الأطفال الباقي ممكن الطفل اللي أكبر يدرب الأطفال الأصغار مثلاً على غسيل اليدين ويعني خلوهم جزء من التعامل مع المرضى في سؤال مثلاً نطرح كيف نشرح العيانة أنه ممنوع يطلعون برا على البيت بدون ما نخوفهم طبعاً مجرد طبيعي أنه مجرد أن التوجيهات أنه ما يطلعون من البيت شي طبيعي أنه بعض الأطفال أو كثير من الأطفال بيصابون نوع من الخوف طبعاً في الغالب يكون خوف طبيعي لكن بعض الأطفال عندهم قابلية أكثر للخوف فمثل ما قلنا قبل أنه إذا شعروا بالخوف هذا شي طبيعي فلنسمع لهم ونصغي لهم وعقب ممكن نعطيهم معلومات حتى علمية عن مدى انتشار عن كيف ينتشر الفيروس هذا وكيف ممكن نحمي أنفسنا منها من الفيروس تمام؟ فيعني ما نريد أن نحسسهم أنه مثلاً في خطر برا عشان يمطلعين برا على أن الفيروس ينتقل عن طريق الاحتكاك بين شخص يعني حامل للفيروس وشخص ثاني احتكاك مباشر أو غير مباشر أو عن طريق يعني السواء العطس أو الكحة يعني بشكل مباشر أمام الشخص الثاني تقريباً الوسيلتين الرئيسيات في الاحتكاك فلذلك ممكن نشرحهم على حسب العمر الطفل طبعاً الأطفال في عمر المدرسة هؤلاء المعلومات ممكن نستوعبونها وفي بعض الفيديوهات اللي ممكن نتوصل معلومة بشكل سلس أيضاً أنه لذلك إذا ما طلعنا برا على البيت تمام؟ لو كل حد تم ببيته الفيروس بيتم في أماكن معينة وهل الأشخاص إن شاء الله بيتعافون وبيتعالجون بس ما بينتقل لأشخاص تانين في المجتمع فبنقدر إن شاء الله نمنع يعني انتشار الوباء فنبينهم أنه هي خطوة احترازية ووقائية أكثر منها أنه في يعني لا سمح الله خطر برع أو شيء أنه كأنهم هم يتخذون خطوة إيجابية يعني من دافع ذاتي لحماية المجتمع هذه النقطة طبعاً ممكن أيضاً نتجرنا للنقطة ثانية جداً مهمة لأنه غير موضوع الطلعة في موضوع الاحتكاك الجسدي يعني احتمال مثل أطفال يكونون عايشين مع بعض الأشخاص يعني أم هم أبوهما وحتى من العائلة الممتدة يعني والتوجيهات الحين أنه نبقي مسافة يعني توصي أنه مترين بين الشخص والثاني فنقل القدر ونستطيع الاحتكاك الجسدي فكيف ممكن يعني شو التأثير الإجراء هذا على أو التعليمات هذه على الأطفال من ناحية علاقتهم بالشخص اللي معاهم في البيت الكبير أو أو مثلاً إذا ما كان مسموح لهم مثلاً أن يطلعون من من البيت مثل ما هو الوضع الحالي لو عندهم مثلاً أقارب أو مثل ما بيكون بطبيعة الحال عند أغلب الأطفال عندهم أقارب وأهل ما يقدرون يشوفونهم حتى يعني بشكل مباشر مثل ما كانوا الوضع قبل فهنا مهم جداً أننا نتكلم عن ناحيتين أننا نحن علاقتنا الاجتماعية والعاطفية مع هذين الأشخاص اللي هم من أهلنا وقاربنا هي أولوية والدولة بالعكس تحثنا على أبقاء العلاقة والتواصل مع أهلنا وقاربنا بالعكس بنتكلم لاحقاً يمكن لو صار مجال أننا ممكن نستغل هاي الفرصة حتى في ظل التباعد الاجتماعي مثل ما يسونه وفي تحفظ على الكلمة طبعاً نحن نستخدمها لأننا حالياً هو المصطلح الدارج لكن هو تباعد جسدي أو تباعد مجالي أكثر ما هو تفاعل تباعد اجتماعي اجتماعياً بالعكس نحن لازم نكون قريبين وقريبين جداً عاطفياً واجتماعياً وأشياء ممكن يكون عن طريق التواصل بالتلفون بالمسجات بالتواصل الاجتماعي اللي صار سهل الحمد لله في الأيام هذه فلذلك مهم أن نقولهم لا تنسون مثلاً يدكم أو يدتكم أو عمتكم أو خاضتكم أو غيرها أو أخوكم الكبير أو يعني بالعكس نشجع التواصل مع الأهل والأقارب طبعاً من خلال الزيارة نزورهم في البيت لكن من خلال وسائل التواصل الثانية بهذه الطريقة أننا بنكون عززنا التواصل الاجتماعي ولكن في نفس الوقت أيضاً عززنا وفعلنا جانب التباعد الجسدي فممكن بالعكس نستخدم التباعد الاجتماعي مثل ما يطلق عليك كوسيلة لتعزيز التعاطف والتراحم بين الأطفال وبين غيرهم كقيمة فهذه نقطة وأيضاً في مكتب بالنسبة للأسلوب يمكن الصعب أن نطرق لكل تفاصيلها بس ما يخفى عليكم من كل يعني الأسلوب يختلف باختلاف الطفل إذا كان طفل صغير يمكن المعلومات حتى العلمية التي ذكرناها ما يستوعبون لأطفال الصغار لكن ممكن يفهموا الأشياء مثل مرض هذا مرض ينتشر بهذه الطريقة ينتشر عن طريق التلامس تمام فلذلك نحن في هالفترة نتجنب التلامس عشان كمجتمع وكفين مع بعض في مواجهة هالمرض إذا كنا نتجنبنا التلامس الجسدي وحافظنا على الروتين النظافة يعني غسل اليدين وغيرها من الإجراءات بهذه الطريقة بنحد من انتشار المرض والفيروس في المجتمع وبالتالي بنحمي أنفسنا بنحمي الجراننا بنحمي مثلاً أقاربنا وأهلنا وأحبابنا فضروري أنه دائماً يعني حسون عشان يتزمون بالوسائل هذه مثل الغسل اليدين وغيرها أنه حسون شو تأثيرها أنه أنا سوي هالشي عشان مو بس عشان أحمي نفسي بالعكس عشان أحمي يدي ويدتي وعمتي وخالطي ومثلاً استاذي وشيخي وغيرها يعني من فئات المجتمع فهالشيء ممكن يكون محفز في سؤالي عن طريق كيف يعني التحكم في وسائل التواصل الاجتماعي يعني يمكن يمكن البعض يشوف الموضوع متناقض نحن كان عندنا بعض الفيديوهات التوعوية قبل والمقالات عن تأثير السلبي للأجهزة والشاشة الإلكترونية بشكل عام والإدمان الععاب الإلكترونية وغيرها تأثيرها سلبي لكن في نفس الوقت الحين تقريباً وايد من الأشياء صارت يعني بشكل إلكتروني مثل المدارس التدريس كله صار إلكترونياً عن طريق الشاشات وعن طريق يعني وسائل يعني الشاشات مثل الكمبيوترات أو الهواتف أو الاباتز وغيرها فهني يعني مهم جداً خط فاصل وبنية لأنك يمكن مرتبطة بالروتين إذا كان في روتين قبل التغييرات اللي صارت مؤخراً قبل يعني ما صارت المدارس أونلاين وصنع نتزم بالبقاء يعني في البيوت إذا كان في روتين موجود قبل قدر المستطاع يعني بيساعد جداً نحافظ على الروتين يعني خلنا نبدأ مثلاً من يقوم الطفل من الرقاد مثلاً يعني ما ينفع يعني 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 يسوي شغل المدرسة من فراشة وهو في بجامته مثلاً لا يعني نحاول أنه يكون في روتين نفس الروتين القبلي يعني عسكم الله يرح الحمام يصلي يتريق بعدين لو أمكن أن يكون في مكان مخصص للمدرسة في البيت حتى لو قدر يغير ثيابة بيكون طبعاً أحسن يعني يعني مبشر تيلبس اليونيفورم المدرسة كامل يعني بس أن يعطي بهذه الطريقة يعطي الأطفال رسالة أن الحين تبديت المدرسة تمام فبالتالي لو بدأ يستخدم الأجهزة بيكون هذا الاستخدام محدد للدراسة تمام لو قلنا في بريك مثلاً أن الحين ساعتين أو ثلاث ساعات شغل المدرسة حسب نظام المدرسة وقت البريك مثلاً نرجع للقوانين اللي قبل اللي هم ممنوع استخدام الأجهزة الإلكترونية بشكل عام توصية يعني الجمعية الأمريكية لطب الأطفال والجمعيات العالمية أن يعني الأطفال الصغار اللي أقل من سنتين مبسموح لم يستخدمون الشاشة يعني الأجهزة الإلكترونية أكثر من أكثر من حتى دقيقة في اليوم ركومنديشن أن ما يكون في أي استخدام مدرسة بالكثير ساعتين في اليوم وحتى هالساعتين يحبذ أن تكون ساعتين فيها تواصل مثلاً يشوفون مقاطع فيديو مع أهلهم يكون فيها نوع من التواصل أيضاً فنفس الركومنديشن هذه أو التوصيات اللي كانت تتبع قبل التغييرات اللي صارت مؤخراً المفوض أن نتتبعها خلال الوضع الحالي فهذه بعض التوصيات بالنسبة للشاشة وفي نقطة ثانية مهمة يمكن أن أطرقت لها في البداية خاصة إذا كان الأطفال شوي كبار ويدخلون مواقع إخبارية وإلكترونية أولاً مهم أن نكون قدوة لأطفالنا بحيث أن ما ندخل على المواقع الإخبارية بشكل متكرر ونحدد الوقت مرة في اليوم وفي نفس الوقت فنكون قدوة لهم وفي نفس الوقت أن نحاول فعلاً نراقب شو المواقع اللي يدخلونها لأن للأسف مرة ثانية عن طريق الـ chat groups أو عن طريق حتى الألعاب اللي يلعبونها فيها chatting أو نظام المحادثة فممكن تصلهم معلومات مغلوطة أو حتى يتعرضون للتنمر عن طريق الأجهزة أو البرامج هاي التير بذعر والرهبة في نفسهم فمهم جداً أن نسمع لهم وأن يصير control ورقابة قدر المستطاع وأيضاً ممكن نشركهم فرصة أن نشركهم في الوضع القوانين والأنظمة لأن الموضوع فيه إبداع وفيه ابتكار لأن الوضع غير اعتيادي على كل حد على الأبو على الأم على الأطفال فممكن مثلاً يكون فيه اجتماع أو يلسة شو رأيكم كيف ممكن يعني متى الوقت الأنسب للواجبات كيف ممكن يعني نساعدكم أن تخصون شغل المدرسة وعقبها كيف ممكن نرتب الوقت فيه إشراك لهم في القوانين أيضاً يعني ما في داعي يعني أركز على الموضوع أكثر يمكن بذكر هاي المقطة وبعدين بوقف بأخذ أسئلة التي طولنا في الحديث اللي هو أن فرصة كبيرة أيضاً للأهل أن يقضون وقت مع الأطفال يمكن قبل كان هالوقت محدود جداً بسبب أن الأم والأب في الشغل أو في ارتباطات ثانية فالحين فرصة كبيرة أن الأهل أن الأطفال يقضون وقت مع الأطفال فممكن نفكر في الأنشطة التي تعزز علاقة الأب والأم بالأطفال فإذا إذا في أسئلة ممكن نحن نطرق لها فكان فيه سؤال يمكن تكلمنا عن موضوع الإدمان الإلكتروني وفي فعلاً نقطة أن التباعد الاجتماعي يقصد فيه فيزيائياً أو جسدياً وليس معنوياً مهم جداً نركز على هالنقطة ونأكدها في نفس العيال أنه يعني صح أنه نستخدم كلمة التباعد الاجتماعي لكن مرة ثانية هو تباعد جسدي تباعد مجالي أكثر منه تباعد الاجتماعي وبالعكس نستخدمها في أن نقول الأطفال هاي فرصة للتقارب الاجتماعي بينه وبين بعض فرصة للتراحم تعزيز قيمة التراحم والتعاطف والتقارب الاجتماعي فآلية الجلوس في البيت أكيد فيه سؤال عن حتى يتعلم للطفل آلية الجلوس في البيت يجب أن يكون أو اليوم الأمور قدوة في هاي المسألة فلا يجد بالتذمر فكيف أن ننصح الأل في هذا الأمر نقطة ممتازة جدا مرة ثانية الأطفال يعني يتعلمون وايد أكثر من سلوكياتنا ومن من الأشياء مو بالأشياء اللي نقولها الأشياء اللي يعني من تصرفاتنا ومن نفسيتنا بشكل عام فإذا الواحد يعني متأفف أو متضايق أوه والله متضايق لأني قبل كنت أسير مع ربعي أو أطلع وغيره يعني 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 كيف نتوقع الأطفال بيتقبلون هالشيء بالعالم كأن أعطيهم رسالة أن أولا نحن يعني مو بقادرين نتكيف مع الوضع ككبار وشيء الثاني أنه يعني يعني في نوع من لا مبالا بالتوصيات وهذه التوصيات فعلا مهمة جدا يعني مثل ما تابعتوا الأخبار مؤخرا للأسف في الحالات اللي مؤخرا طلعت في الإمارات كانت جميعها حالات يعني بعض الأشخاص محددين ما لتظموا بموضوع يعني العزل المنزلي أو عدم الخروج من البيت أو غيرها من التوصيات فهذه نقطة جدا مهمة شكرا على يعني تذكيرنا فيها كيف نوفق بين مسألة العمل عن بعد والتعليم عن بعد في ظل وجود أكثر من طفل في البيت شكرا هذا السؤال يمكن يعني يمكن معقد لكن في نفس الوقت واقعي جدا وهو يمكن واقع أغلب العائلات يعني للأهل يكونون أصلا من الأم والأبي يكونون يعني يشتغلون عن بعد بالإضافة لوجود أكثر من ولد أو بنت في البيت فهي طبعا ترجع لكل أسرة وظروفها فإذا كان مثلا يعني العمل أحد الوالدين يعني يحتاج مثلا عزل صوتي أو غرفة من عزلة فممكن الأهل يتبادلون الأم والأب فموضوع تبادل أدوار وتوضيح الأدوار بين الأم والأب موضوع جدا مهم يعني تحديد على حسب ظروف الأم وظروف الأب يعني سواء من العمل أو من جوان الأخرى يكون فيها تبادل في الأدوار وتكاتف يعني في هالموضوع فيكون واضح من الذي يشرف على الأطفال خلال تعلم إذا لا يمكن أن الأم والأب وإذا أمكن أن اثنين هم في أوقات مختلفة فمهم هالشي يكون واضح يمكن من الأشي التي أحيانا تستوي في ظل الكورنتين أو العزل المنزلي أو الحجر المنزلي أن مع الوقت تبدأ تزيد المشاحنات الأسرية للأسف في الغالب تكون أسباب تافهة وبسيطة تكون عدم مثلا عدم توضيح الأدوار أو الأشي البسيطة جدا التي كانت تتسوي بطريقة ثانية قبل الوضع الحالي وحاليا توافق بين أم وأبو على الأدوار وكيف يمكن يكون توافق وتساعد في الأدوار وإذا كان في أكثر من طفل يعتمد هل لهم في مرحلة عمرية قريبة من بعض هل ممكن يساعدون بعض في التعليم هل محتاجين مغرف منفصلة فيعتمد على حتى النظام التدريسي لكل مدرسة وبعض المدارس فيها طبعا النظام أن الطفل يحضر لايف المحاضرات وبعض الأطفال لا ممكن يشوفونها ويحلون بعض الواجبات فهالشي يعتمد فقدر المستطاع ولا الثاني ممكن يصير حتى تحاور بين الأم والأبو والأطفال على كيف ممكن نخلي كل حد في البيت يشتغل ويسوي شغلة بشكل بالطريقة المثلة فما في حل سحري للأسف هاي النقاط العامة ويكون مهم أنك الطفل كيف نتعامل مع في سؤال يمكن كيف نتعامل مع الطفل العنيد والعصبي طبعا تعامل مع الطفل العنيد والعصبي بشكل عام يعني ضروري نتعامل معه بشكل اللازم سواء في ظل وجود الحجر الصحي أو في عدم وجود الحجر الصحي لكن يمكن لأن القوانين تزيد في الوقت الراهن فالطفل العنيد يعني عنده مجال أكثر من يعاند لأن القوانين والتوصيات أكثر وأغلبها تيما للأم والأبو والطفل العنيد غالبا يعني بيفرغ عناده وعصبيته في الشخص اللي يحط القوانين صح فإذا كان الطفل يسير المدرسة وبعدين يرجع البيت فعلى الأقل العناد بيكون متوزع بين المدرسين وبين البيت لكن حاليا بيكون كله موجه للأم والأبو بشكل عام يكون عن طريق رقم واحد وابع قوانين واضحة جدا مثلا إذا كان العناد على الموضوع أن الطفل اللي بيستخدم مثلا الأجهزة الإلكترونية وقت أكثر تمام من المطلوب أو يرفض أن يسوي مثلا واجبات أو أمور المدرسية أو غيرها من الأمور فأول شي تكون قوانين واضحة مثلا على الساعة السبع يكون واضح جدا بالوقت بعد الساعة السبع أو ثمان ممنوع منع باطن استخدام الأجهزة الإلكترونية مثلا إذا استخدمنا هذا المثال فمهم الأبو يلتزمون يكونوا قدوة ويوضحون القانون هذا هو المطلوب منك بعدها بعد مهم في نفس الوقت شو بتكون ردة الفعل يعني شو بتكون العواقب إذا التزمت فاستخدام المحفزات دايما أحسن من أننا نلجأ للعقوبات فإذا أمكن نقول له مثلا إذا 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 وقفتوا استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل الساعة سبع يوميا أو ثمان حسب القانون أو الحالة التي تعاملوا معها مثلا مبشرة تعطوهم طبعا هدايا أو فلوس لكن ممكن يكون أنه بيكون مثلا عندكم مثلا يسوي اكتفتي معين أو نشاط معين الطفل اللي يحب يسويه مع الأم والأبو أو مثلا يكون مسموح لشوي وقت أكثر للترفيه اليوم اللي بعده أو غيرها من المعززات أو حتى المتح والثناء على الطفل أيضا يعتبر معزز مهم جدا فإذا كان الطفل عنيد جدا أحيانا نحتاج أن نحط بعض العواقب فالعواقب أولا مهم مبس مهم جدا يعني يمنع أن تكون عواقب جسدية وفي عندنا قوانين في الموارات بالنسبة لحماية الأطفال من العنف الجسدي فالعواقب اللي نتكلم عنها تكون أكيد مبجسدية تكون مثلا إذا ما سكرت الأجهزة بعد الساعة سبع مثلا يعني اليوم اللي بعده مثلا مبنك شهر كامل بشيل عنك الآيباد لأنه يعني يتحدى صنع أي يوم وبيلتزمون بهذا الشيء فحطوا عقوبة أو أعواقب ممكن تلتزمون فيها مثلا باتر بنقص ساعة مثلا أو نص ساعة من وقت الأجهزة مثلا أو غيرها من الأشياء اللي تشوفونها من الأشياء اللي يحبها الطفل وممكن يعني تمنعون تمنعون هذا الشيء عنها لفترة معينة مهم جدا إذا حطيتوا هذا النظام أن الأم والأبو يكونوا متفقين 100% إذا ما كانوا متفقين لا تحطون أي يعني نظام للعواقب لأنه بالعكس بيكون أثره سلبي لأن الطفل على طول بيعرف من المتساهل أكثر الأم أو الأبو بيستخدون هذا الشيء في أن يحصون الشيء اللي يبونا فبيكون بالتأثير سلبي فثاني يوم خلاص فالطفل إذا وصلت للرسالة واضحة أنك ترى أنا ما يسعني نلعب معك بكل هدوء بكل هدوء بدون عصبية أو استخدام أي تعنيف لفظي أو جسدي بكل هدوء خلاص باتل يعني بنقص منك ساعة إذا مثلا مسموح لك تلعب من الساعة 6 أنا استخدم هذا كمثال طبعا في أمثلة كثيرة ما تبدأ بها الطريقة نعطي للطفل رسالة واضحة للعنيد أنت مبلي متحكم نحن أنا كأبو أو الأم هي المتحكمة في وضع القوانين في البيت وضروري عليك تلتزم فيها وإذا ما تلتزم ترى موضوع مبلعب هذه العواقب هذا الشيء موجدي أكثر بكثير من حتى استخدام أي تعنيف لفظي لأن الطفل يعني بالعكس إذا سوى هالحركات أو حاول يعاند غالبا أن يحتاج اهتمام فيوم الأم والأبو يعصبون على الطفل ويتركون الأطفال الباقيين ويجابلون يعني كأن عطوه معزز إيجابي فهذه النقطة ضرورية هاي نقاط عامة ممكن نتبعها حتى في الوقت الحالي بالنسبة للسؤال اللي بعد اللي هو كيف نوفق بين مسألة العمل عن بعد هاي يظن تكلمنا عنها الطفل العنية أهم الأنشطة اللي تعزز علاقة الأطفال مع والديهم طبعا أنشطة كثيرة يعتمد على شو الأشياء اللي الأطفال يحبون يسوونها وهني يعني يمكن مجال الإبداع مفتوح ترى فيه وايد يعني لو تابعون بعض الفيديوهات وهني شيء حلو لأن الواحد يشارك أي تجارب إيجابية في وايد عائلات بدوا يسوون يعني أنشطة يمكن كانوا في خاطرهم يعني من أسنين يسوونها لكن ما كان في وقت ما كان عندهم الوقت ما كان عندهم المجال أن يسوونها فالأشياء اللي بشكل عام اللي الأطفال يحبونها وتتناسب مع الأهل يعني هنا ما في لستة تمام ويعتمد على اهتمام الطفل يعني قد تكون أنشطة يعني مثل الفنية قد تكون حتى أشياء لا علاقة بأن تشوفون يعني 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 تقرون قصة معينة مع بعض ممكن تكون الألعاب البورد جيم أو غيرها يعني قد تستطع نتجنب الأشياء اللي فيها يعني شاشات ممكن تكون صنع شيء معين ممكن تكون وشفنا مقاطع الصراحة فيها داع يعني غير عادي يعني حتى يمكن الطفل فاجئ الأم والأب والوفاء أو الأم أو الأب وفاجئوا أطفالهم ببعض المهارات اللي عندهم وبعض الأشياء اللي استمتعوا فيها الأطفال ويعني كان وقت يعني مثري للجميع خلنا نشوف إذا في يعني كيف أتخلى كيف كيف نخلي الطفل في عمر ثمان سنوات يعتمد على نفسه في المذاكرة يعني بشكل عام الطفل إذا كان صغير صغير جدا بيحتاج أن أم وأبو يقومون بالأشياء عنه أو يشراف كبير تمام مع الوقت طبعا كل طفل يختلف عن الثاني مهم أن ندرب الأطفال على مهارات الاعتماد على أنفسهم سواء في المذاكرة أو في غيرها من الجوانب أنا بقول هذه المعلومة بس بحذر لأن في بعض الأطفال ممكن تكون فعلا عندهم صعوبات دراسية أو صعوبات بالنسبة للتركيز أو فيحتاجهم مثل تقييم أو مساعدة حتى لأهالي مساعدة طبية أو نفسية لبعض الأطفال لكن بشكل عام يعني في خطوات كثيرة ممكن تساعد الطفل هو أكثر من أن المواد نفسها يتعلم كيف يذاكر تمام مثلا إذا كان في مقطع مثلا في العربية وفي الإنجليزي أنه يجب أن يقرأ الطفل بعدين يحل الأسئلة فبالنسبة للطفل إذا شاف الصفحة جدام كأنها رسالة الدكتورة يجب أن يقرأها بالنسبة لمخها الموضوع كبير فغلط أنه خليه جدام حتى له عارف يقرأ وعارف يحل الأسئلة أنه خليه جدام الواجب هذا نتوقع أنه يسوي فنبدأ ندرب على طرق الدراسة اللي هو أول شي اختيار المكان المناسب للدراسة أن يكون مكان هادي ما في أشي تشتت الطفل قدر المستطاع يتكون عندك كل المستدزمات اللي يحتاجها من أقلام من وسائل حتى لو كان كمبيوتر أو غيرها يحتاجها وبعدين نحدد الواجب اللي يسوي والوقت مثلا إذا كان عنده مقطع يقرأ وفي أسئلة بعدها مثلا يحتاج ساعة لأربع تمام يحط التايمر جدا مفيد كمهارة يستخدمها الطفل في الدراسة بعدين نقسم الواجب هذا على أجزاء معينة مثلا إذا كان المقطع على حسب قدرة الطفل مثلا في أربع أو خمس مقاطع ممكن يغطي المقاطع الثانية ونقول للطفل يعني يكون مثلا يكون أن الطفل يذكر في البداية بإشراف بس الإشراف لا يريد أن ندرس الطفل الإشراف على طريقة المذاكرة الآن اقرأ المقطع الأول وعط نفسك خمس دقائق تمام وغطي المقاطع الثانية أو للبنت وبعدها مثلا ممكن الطفل يأخذ دقيقة أو نص دقيقة بريك ما بأكثر فيه على فكرة في الآيفون أو الأندرويد بتحسن بعض الابليكيشن مفيدة مثل مقسمة بهالطريق إنه خمس دقائق الواحد ممكن تحكم فيها تايمر خمس دقائق ونص دقيقة بريك أو سبع دقائق ودقيقة بريك فتعلم الطفل أوكي قرأت هذا حين بوقف نص دقيقة الآن بغطي الأجزاء الثاني بقرأ البراجراف الثاني الثالث ونفس الشيء ووقت ما يحل الأسئلة يعني يعني يجاوب سؤال وغيرها يعني موضوع المهارات المذاكرة موضوع كبير جدا يعني أنا ذكار مثال واحد بس ممكن نقطة اللي بغير تركز عليها أن يكون التركيز بالتدريج أكثر مبعلى التدريس بس على التعليم هم مهارات المذاكرة بحيث أن ممكن يستخدمون هالمهارات لاحقا بعض أكثر يتحدث في الإنجليش لذلك أعتقد سأتحدث في إدارة الوقت في إدارة البيت والأطفال ونبتعد عن الضغط النفسي الطفل يعني يوم معين مثلا أو الأطفال وصلوا حدهم مثلا ما بغلط أنه مثل المدرسة أحيانا يعطونهم إجازة أو يعطونهم بريك أو يخلصون قبل مثلا ممكن نفس الشي في البيت يكون إعلان ترى اليوم من خلص الدراسة قبل فممكن خلاص تستانسون وتلعبون يعني مهم ناخذ النفسية في عين الاعتبار ونحاول طبعا ما بكل يوم بجاسة لكن وقت اللي يكون الشي في مناسب أبكم سيشن انجليش أوكي هذا كامل التكيف مع الوضع الراهن نتقبل وجود كل أفراد باختلاف طبعهم موضوع مهم جدا خليك في البيت حق الترابط الأسري والله بالعكس عبارة حلوة يعني وايد حلوة كيف الأجواء عندكم هالكل في البيت سؤال مهم وأتمنى تكون الإجابة نعم بالنسبة للجميع كوفيد ناينتين اند والسون هاي من النقاط المهمة لأن يعني يعني التطمين جدا مهم يمكن نكتع لهالشي يعني يوم نتحاول مع الأطفال في نقطتين أن نطمنهم ونعطيهم معلومات دغيرة لكن صراحة المعلومة غير دغيرة أن نقول لهم أن كوفيد ناينتين والآن سون لأن ما نعرف وحيانا يوم الواحد يحط في باله أن يخلص باطر وما خلص باطر يزيد الضغط النفسي على الطفل فمهم أن نكون واقعيين مثلا نقول أن إن شاء الله في أسرع وقت كل شغال على كل الجهات المسؤولة شغالة على هذا الموضوع وإن شاء الله في أسرع وقت بين حل لكن هذا ليس بالموضوع الذي يعنينا نحن كما نقول الأطفال نحن دعونا نأخذ الموضوع يوم بيوم الوضع مختلف ويمكن نرى نواحي الإيجابية هذه نقطة جدا مهمة يعني كثير من الأهالي يمكن حتى في السوشال ميديا وهذا شيء ممتاز يعني شاركوا يعني كيف يعني كيف كان في إيجابيات أصلا ما كنا نتوقع أن تكون موجودة قبل يعني كوفيد 19 أو كورونا قبل الوابع الحالي فمهم جدا أن نركز على صح هي فترة استثنائية لكن من ناحية الضغط النفسي لكن أيضا استثنائية من ناحية يمكن تكون في إيجابيات وأشياء ما كانت موجودة قبل يعني الواحد يعني أحيانا قبل ما كان يعني حتى يتخيل أو يحلم أنه يكون عنده هل وقت مع عياله أو مع أسرته فخلنا نعيش اللحظة مبدأ المفهوم المايندفولنس أو يعني دائما صراحة ما يستحضرني مصطلح عربي يمكن يعني يفسر المفهوم المايندفولنس اللي هو استحضار اللحظة أن نعيش اللحظة أن نستمتع باللحظة وفي نفس الوقت نطمن إن شاء الله يعني باتر بنشوف شو الوضع باتر بنشتغل عادي فخلنا نسأل عمارنا شو الأشياء اللي موجودة حوالينا اللي فعلا ممكن نكون الواحد يحمد رب عليها ويكون ممتن موجودة حوالينا الحمد لله إذا أهلف صحة وعافية إذا الحمد لله يعني في الدولة ما قصرت كل الأشياء اللي محتاجينها موجودة فمهم أننا نتذكر الإيجابيات اللي موجودة حوالينا والإيجابيات حتى اللي ما كانت موجودة قبل كوفيد 19 أو قبل الكورونا وما نركز على متى بيخلص كأن يعني لا هاي مرحلة كان مغامرة تمام نحن في مرحلة من المغامرة وخلنا نستفيد ومهم جدا بعد يعرفون ترى يعني في أبحاث كثيرة بيانت أن التعامل مع الصدمات بشكل عام والأزمات ممكن يقوي جانب الرزيلينس وجانب القوة النفسية عند الأشخاص فإذا لا سمح الله صارت أزمات مستقبلا مثلا لو الطفل مرض في المستقبل المرض عادي يستدعى أن يغيب من المدرسة ويتم في البيت كم يوم يعني المفاهيم التي تعلمها خلال الأزمة هذه جدا بتكون مفيدة له أو في غيرة يعني من المواقف مستقبلا خلنا نشوف الأسئلة الباقية what problem ابني خجول جدا وحساس يمكن عفوا يعني بالنسبة للخجل تسع سنوات يعني الخجل جانب عام جدا يمكن محتاج موضوع يعني محتاج حلقة خاصة لأن بعض الأطفال عندهم قابلية للخجل أو القلق هل نقول الخجل هو عبارة عن نوع من القلق الاجتماعي تمام ف للطفل اللي عنده قابلية للخجل ترى ممكن يعني يعني إن شاء الله يكبر ويكون بالعكس عضو فعال في المجتمع وما يأثر عليه الخجل من ناحية اجتماعية يعني من بالضرورة الخجل بيأثر على الطفل اجتماعيا بالعكس مثل ما عندنا أطفال خجولين ترى عندنا أطفال يعني مندفعين بزيادة والبريك يعني ما بشغال عندهم فيتصرفون بشكل متهور وهي أيضا مشكلة فالتوازن مهم فالطفل اللي خجول مهم أنه بشكل عام يعني يمكن نصيحة عامة فالتفعه برفق هاي هاي ممكن ملخص للتعامل يعني انحفزه واندزه برفق أنه يسوي الأشياء اللي هو خايف أنه يسويها لكن خطوة خطوة وبرفق في الأشياء اللي هو يقدر يسويها وكلما ينجز شيء حتى له بسيط أن يتكلم مثلا يكلم شخص ما يعرفه بالنسبة لأم والأبو هاي الموضوع تافه ليش الطفل أصلا يخاف لكن بالنسبة للطفل هاي موضوع كبير جدا حتى لو كان موجود في مكان في ناس ما يعرفهم تمام وها بالنسبة لها خطوة فنعزز هالخطوة فيه ونندحها وبالعكس نأيدع لها الخطوة وبالتالي بيكون تشجع يقدم على الخطوة الثانية والثالثة فبالتالي يعني ان شاء الله بيوصل لجانب تواصل أكثر فولدي ومناقش اخواني يكون فيه سوطة يتأثر بسرعة أنا يمكن هالسؤال شوي صعب أن نجواب علينا سؤال يعني محتاج تفاصيل عن الطفل بشكل عام هو يمكن نقطع لأطفال مختلفين في أطفال حساسين بشكل أكثر في أطفال خجولين في أطفال عانيدين في أطفال مندفعين في أطفال يعني تطلع الصعوبات اللي عند الطفل فلذلك محتاجين أن ندعم الأطفال في هالوقت ونستخدم نفس الأساليب يعني اللي نستخدمها بشكل عام للأطفال اللي عندهم هالصعوبات ونقدر هالشي ما نلومهم أن ليش أنت خايف بزيادة إذا كان طفل أصلا عنده خوف طبيعا أنه خاف بزيادة في هالفترة فما نلومهم على هالخوف بالعكس نحاول نطمنهم ونعطيهم وسائل أكثر حتى من غيرهم من الأطفال اللي ما عندهم خوف كيف يكون التواصل مع الأطفال روحيا ونفسيا يمكن عندنا أربع دقائق يمكن السؤال العام التواصل روحيا ونفسيا يمكن أغلب النقاط اللي طرحنا متعبق بالتواصل النفسي مع الأطفال هل راح تتغير الشركات والدوار الحكومية بالتغير سياسة الدوام وتجعل يوم واحد مثلا الموظفين يعلم يدامون عن بعد والله نقطة يعني أنا مو بالشخص المناسب أني جاوب على هذه النقطة لكن يمكن لفتة أنه في يعني حتى جانب اجتماعي صح في مثلا يمكن بعض الشركات يعني مثلا تأثرت بجانب مادي خلال الفترة هاي بالعكس فرصة حتى للعطاء وأن الشركات تعطي المجتمع لكن يمكن استفاده من ناحية نفسية ومن ناحية اجتماعية بالنسبة الموظفين اللي عندهم وهذا الشيء يمكن بالعكس أثر إيجابيا على إنتاج الأشخاص هذي فمهم أن الشركات والدوائر تستفيد من هالفترة وتشوف يعني هل كان فيه إيجابيات معينة ممكن يعززونها بعد الوضع الحالي نقطة ممتازة مسؤولية بناء شخصية الطفل في الصغر من قبل والدي أنها مسؤولية بناء شخصية الطفل وتربيتها في الصغر من قبل والدي وكل اللي حوالينا بالضبط يعني هذي نقطة صحيحة المسؤولية مشتركة لكن مرة ثانية يمكن بدرجات مختلفة فالدور الوالدين أكيد يعني محوري ضروري في في التربية وفي تعزيز وبالعكس يعني هني دور الوالدين أن يشوفون العائلة المتدة مثلا هل دور بعض الأفراد إيجابي سلبي هل محتاجين مثلا حتى فيدباك أو نعطي بعض النصايح والتوصيات طبعا بالسواب المناصب للعائلة المتدة بحيث أن عملية التربية الجماعية تكون يعني بشكل مثالي يمكن وصلنا إلى يعني ختام الجلسة هذه وشكرا أن استمتعت بوجودي معاكم وشكرا على الأسئلة وعلى النصائف وعلى النقاط التي كانت فعلا مهمة ويمكن في الختام مهم جدا أن كوني طبيب أوجه رسالة شكر وتقدير لجميع الأطباء والممرضين والعاملين في المجال الصحي من زملائي وزميلاتي وغيرها من القطاعات اللي هم يشكلون خط الدفاع الأول يعني يمكن كواحد من الأشخاص الطباء اللي يعمل في هذا المجال يعني أقدر أقولكم أن الواحد ما يقدر يتخيل الصراحة الجهود اللي القطاع الطبي يقايم فيها من تضحيات من جهود على مدار الساعة فيها إخلاص وفيها حتى تعرض للمخاطر وهذا الشي يسوي يعني كل حد يسوي بالعكس بساعة نفس وبإخلاص وهدفهم شي واحد يسوون هذا الشي عشان يحمونكم يحمون أطفالكم يحمون يعني أقاربكم فضروري جدا أرجوكم يعني أن تلتزمون بالتوصيات اللي الدولة يعني حطتها وخلكم في بيوتكم التزموا بجميع التوصيات ولا تستهينون في أي شي خلكم قدوة لأطفالكم خلكم في بيوتكم وخلكم التزمين يعني بالتوصيات كلها ففي الختام يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقكم كلكم وأبناكم وأحباكم الصحة والعافية والسعادة ومثل ما قال سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آلن هيام لا تشيلوا نهم لا تشيلوا نهم إن شاء الله والأمور بتعدي على خير وتصبحون على خير ترجمة نانسي قنقر